ورجعنا لكم مرة تانية الهواء مباشرة مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد وزي ما قلت في بداية الحلقة خالص ان لسه الشهداء والمصابين بيتسقطوا في ميادين مصر ولسه بنتعامل معاهم بالروتين الحكومية وعشان كده كان لازم يكون فيه تحركات اهلية لدعم هؤلاء المصابين لحينا الانتهاء من الاجراءات الحكومية فيه اكتر من وضرة اتعملت من بداية من بعد صورة اهم المبادرة هي مبادرة احمي ولادك يا مصر اللي جريدة الاخبار كانت الجريدة القومية الوحيدة اللي دعمت هذه المبادرة وبشرفت النهاردة يكون معنا الكاتبة الصحفية اماني درغام صاحبة البرواز اليومي مفروسة قوي ومنصقة المبادرة استاذ اماني صباح الخير زي حضرتك منورانا في نهارك سعيد خلينا في البداية نعرف من حضرتك اساس انطلاق المبادرة النبيلة احمي ولادك يا مصر هو الحقيقة هي فكرة استاذ ياسر رئيس التحرير هو كنا في اجتماع فكان بيفكر بصوت عالي مع الناس ازاي نام الحاجة للمصابين والشهداء وكان قبل ما يبدأ على المستوى الرسمي يبقى في حاجة يعني احنا بدأنا بدري او بدأنا في فبراير فبراير 2011 احنا عندنا في اخبار اليوم في جمعية مصطفى وعلي امين اه طبعا فيها ابواب انسانية زي ليلة القدر واسبوع الشفا ولست وحدك فكنا بنبحث ازاي نعرف نعمل باب زيهم بس موجه لشهداء والمصابين والمتضررين يعني اللي عنده كشك وتحرق اللي عنده محله صغير وتسرق اللي عنده تكتك وتسرق برضو او حرقوه وده يعني بيصرف على اسره وساعات بيصرف على اسر كمان فكان ده الفكرة هو الحقيقة يتكلم برضو مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة المقولية العرب فالمهندس ابراهيم محلب قرر التبرع للمبادرة باجر يوم من العاملين في المقولية العرب اجر يوم كان حوالي مليون وخمساشر الف طب ونقدر نقول ايه طبيعات دول جريدة الاخبار في المبادرة اه ما حاول لحضرك بقى دول من المقولية العرب احنا في الاخبار جامعية مصطفى وعلي امين قدمت نصف مليون جنيه تبرع بالاضافة للعاملين في الجامعية كحسابات كاداريين جريدة الاخبار فيه اسطف كامل بدأ يشتغل من المحررين لبحث الحالات اه ما كنت عايزة عرب بقى بالزاد على اي اساس بيتم اختيار الحالات اه اولا احنا نشرنا كزا مرة في الجورنان ان المصاب او الشهيد او المتضرر اللي حصلوا الاكل عيشوا وحتى قلنا ايه صغار المتضررين يعني جالنا ناس عندهم مصانع وتسرقت اه طبعا طبعا ما نقدرش نعمل لهم حاجة انما احنا بناخد صغار المتضررين اللي هو يعني بيكسب من الحاجة دي رزقه ندر نقول اجر اليومي كمان اللي هو بيعتمد ان هو بيشتغل باليومية بقى الناس متضررة كمان اه بس هو اللي احنا خدناهم اللي هو عنده اه مصدر رزق وتحرق او تسرق او خلافه يعني او تقفل او كده اه وجهنا كزا نداء للناس عبر جريكة الاخبار اه بعد كده بدأ يجي لنا بقى جوابات من الناس اه الجوابات دي برضو زي ما بنعمل في ليلة الادروس واشفة بينزل محرر العنوان صاحب الحالة ويدرسها يشوف هل هي الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي وبناء عليه بيكتب تقرير زي بحث اجتماعي اه ان الحالة وجدت مثلا فيه كان عنده اه محل واتحرق واخسرته كذا وكان واخد قرد بكذا وبدأنا ندين للناس اه منح اه على حسب الحجم الاضرار اه شوية واصبحنا فتحناها اكتر بقينا اه وجهنا اه عشر تلاف جنيه لأسرة كل شهيد وبدأنا اه مصابين المصابين كمان اه ندخل في اه جزء مش علاجهم بقى بنيديهم مبلغ من المال يستاهم في علاجهم اه 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 طب هل كمان دمن المبادرة هل بيبقى فيه تأهيل نفس المصابين لا الحقيقة ما موصلناش للنقطة دي وان كانت فكرة حلوة من البرنامج احنا ممكن نتعاون فيها مع كبار الاطباء طيب خلينا كمان نقول ازاي بيتميزوا مصابي الثورة والاحداث التالية يعني هل المستشفى الميداني كمان بيوفر لحضراتكو الحالات بالتقارير بتاعتها يعني عايز اعرف مين الاطراف التانية اللي ممكن تكون مشاركة بالمبادرة بيتم التعاون بينكو وبينهم الحقيقة احنا خدنا الحصر بتاع وزارة المالية خدنا الحصر بتاع وزارة الصحة احنا عملنا حصر احنا يعني عارف عشان هذي المنحة او هذا المبلغ من المال يوجه فيه مكانه الصحيح ثانيا لازم اللي جاي لنا يكون عامل محضر سواء بالاصابة سواء بالضرر اللي وقع عليه احنا بنتحرى الدقة جدا لان طبعا الظروف الاقتصادية في البلد صعبة الناس كتيرة حالتها صعبة لكن احنا مبادرة من جمعية خيرية اهلية موجهة لفئة معينة ومحدد فلازم بنتحرط دقة يعني مش مية في المية مليون في المية طبعا سواء عماني يمكن من خلال متابعتنا لاخبار المجلس القومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة بنشوف ان لسه فيه مشاكل في التعامل مع المصابين وفيه تصادم مستمر بين الطرفين تفتكر حاليك السبب السبب الدكتور حسني صابر رئيس المركز وعلى فكرة لينا زميلة في الاخبار تعرضت لانها حصلها شلل بسبب الدكتور حسني صابر ادها حقا غلط واخد مننا اخبار اليوم اربعين الف يورو لعلاجها بشكل خاطئ بعد الزميلة الاستاذة ناجو عويس واحنا فيه خطاب رسمي من اخبار اليوم وجهناه لدكتور كامالي جنزوري بالاضافة لان دلوقتي حسيت ان دكتور حسني صابر عاوز يقلبها انه يعمل مستشفى خاص ليه فعارف حضرتك فهو القائمين على العمل في الجهاز القومي اخبار مجلس القومي لرعاية المصابي وشو هتأثر لما تختاري على رأسه دكتور بهذه المواصفات فمش منتظر منه انه يكون فيه نتيجة كويسة طبعا لان فعلا زي ما حضرتك بتقولي هلم نسمع كتير جدا التصاعدهم ده بيحصل اما علاج غلط ما فيش حد بيسمع لهم بقول لحضرتك زميلتنا الاستاذة ناجو عويس واقية صحفية كبيرة في الاخبار وكاتبة يعني كان عندها امل انها تشفى فالناس في المانيا قالوا لها تعالي فيه دكتور مصري حيعملك حقن خلاج زيه وراحت والنتيجة انها للأسف اصيبت بالشلل الهي لله يمكن الواحد على قد ما هو بيبقى سعيد بمبادرات زي كده على قد ما هو بيكون حزين في نفس الوقت لان كويسة او ان احنا عندنا الناس كويسة وبتفكر في الخير وبتفكر ومعترف اكيس بالشهداء المصابين وناس تانية على النقيد التاني ماشيين بروتين حكومي يعني حاجة تحزن بصراحة خلينا نعرف من حديث كمان من وقع احتكاجك المتواصل مع ملف المصابين ايه اكتر المشاكل اللي بيعانوا منها وايه هي كمان اللي محتاجيني وازاي ممكن احنا في دورنا احنا في نهارك سعيد ممكن نساعد حديثك في ايه يا ريت انا بوجه من خلالكم ده لمصابي الثورة واسر الشهداء ان في بعض الاشخاص بيدخلوا في النص ويدعوا انهم منصقين لأسر الشهداء او منصقين وده عارفة حديثك بيفكرك بمحامي التعويضات زمان اللي هو بيروح يرفع قضية وياخد هو التعويض ويمشي فالنمازج دي طبعا احنا خلال تنفيذنا للمبادرة اه وجهنا منها اه وجهنا منها ناس اه وجهنا يعني شفنا ناس كده لكن لان المحرر اللي بينزل الصحفي عنده خبرة اه اه بنتصدى ليها وبننبه اه اسر الشهداء وبننبه المصابين ان لأ مفيش حد اه ما تتعملوش مع حد بالمواصفات دي عشان يمكن يكون في حالة نصب اه انما للأسف دول دول موجودين اه دول موجودين اه بس عاوز اقول حاجة انا انسيتها في الكلام ان في من ضمن برضو الدعم للمبادرة اه اسمه صندوق الكوارث اه ده في اخبار اليوم كان عاملو اسز ابراهيم سعدة ده برضو فيه نصف مليون جنيه منه لتكملة المبادرة احنا لغاية دلوقت صرفنا اه حوالي مليون جنيه لمدارين واسر شهداء ومصابين اه وان شاء الله مكملين بعد كده اه اه ونأمل ان اه هل الشهداء بيبقى زي معاش ثابت والمصابين بيبقى جزء من اه بسيط من تكليف العلاج ده صحيح؟ لا اه المصابين بيبقى جزء من تكليف العلاج اه لكن اه الشهداء عشر تلاف جنيه عشر تلاف جنيه اه المتضرر يعني بنحسب اه قيمة الضرر اللي حصله وبرده التعويض بيكون في حدود عشر تلاف جنيه هل المبادرة كمان ضمت احداث استاذ بورسعيد واخيرة كمان احداث اه وزارة الداخلية؟ اه لا لسه ما دخلناش في مصابين بورسعيد واحداث وزارة الداخلية اخر حاجة كانت احداث محمد محمود وكنا عملنا اه ربعمائة الف جنيه للشهداء اه واخدنا مصابين وفي مصابين عالجناهم وكان فيه مبادرة لعلاج مصاب العيون اه يا فاند. عدريك عارف انهم تلات تلاف وتمنمائة مصاب في عينه ومنهم الف وتمنمائة مصاب في عين الاتنين. الف وتمنمائة مصاب في عين الاتنين؟ اه يعني فقد عين الاتنين فكان فيه مبادرة بالتعاون مع الجامعة المصرية للشباكية الدكتور ريهاب الرايس وفيه ناس بالفعل تم علاجها بس اللي هم إصابتهم حديثة بالظبط إنما اللي مصابين من يناير اللي فات أو من شهور السنة الأولى اللي فاتت طبعا ده فيه عشان هايز عارفون حدريك الرقم مرة تانية لإصابات العيون 3,000 3,800 مصاب في عينه ده غير أحداث برسعيد وغير الأحداث الأخيرة طبعا منهم 1800 فقط النظر في عينه لتنين سوزة أميني من قراءاتك للأحداث الأخيرة من قراءاتك مثلا المشهد السياسي في مصر إزاي نقدر نوقف نزيف دم المصريين هيقف إمتى وهيقف إزاي حضرتك هي دي أمنية كلنا بنتمناها كهارك سماتي مبارح كمان عن المسير اللي راحت مجلس الشعب من أمهات المصريين بتنادي بوقف الدم هو المشكلة إن إحنا تلخبطنا فإعادة المجتمع أو إعادة الروح الحلوة اللي كانت بيننا من 25 يناير ل11 فبراير أنا أعتقد إنها محتاجة مجهود كبير مجهود كبير من المثقفين ومن الإعلام ومن الصحافة ومن الأمهات ومن الرجال الدين يعني عارفة من كل حد بيحب مصر من كل حد قلبه على البلد دي لازم يقف وحتى في المحيط اللي حواليه يعمل حاجة يا رب يا رب حدريك مفروسة من إيه النهاردة؟ هو النهاردة أنا مفروسة من نفس الموضوع اللي بتتكلمي فيه أنا بقول إن إحنا الدعوة إلى إضراب يوم 11 أو عسيان مدني إحنا بنقدم يعني هدية للفلول وهدية للناس اللي نفسهم من الثورة تنتهي وإن توحدنا واتحادنا من 25 يناير ل11 فبراير ده يعني يقضوا عليه فإحنا رايحين ببلدنا ألفين يعني يعني حدريك ضد العسيان المدني طبعا طبعا وأي حد بيحب مصر لازم يكون ضد الأسيان المدني بيقال إن العسيان المدني هي نوع من أنواع الطريقة السلمية للتعبير عن حاجة معينة أو للتعبير عن حضرتك العسيان المدني بيقوض أي دولة ينهي أي دولة إحنا مش عايزين مصر تنتهي إحنا عايزين مصر تبدأ عايزين مصر تقف على رجليها ففين انتماءنا وفين حبنا لبلدنا طيب خليني في نهاية نهاية كده أطلب مرة حدريك سريع عن تواجه الرسالة إلى ثلاث ناس معنين خلينا نقول للمجلسة الأعلى لقوات المصلحة القائمة بدور رئيس الجمهورية في مصر ولثوار وللمصريين عمدا حبدأها بالثوار هقول لهم أنتم عملتوا حاجة كويسة مش كويسة جدا حاجة تاريخية لمصر أنتم غيرتوا شكل دولة وغيرتوا من حال كان كابس فوق نفسنا 30 سنة كملوا وخليكم بنفس القوة وبنفس الشجاعة لصالح مصر مش لصالح لا شخص ولا فكرة ولا أي حاجة فكروا في مصلحة مصر الأول هل نقول للمجلسة الأعلى لقوات المصلحة القائمة بدور رئيس الجمهورية؟ المجلسة الأعلى لقوات المصلحة أقول له أن بطء القرار قد يؤدي إلى كرسة أنت حميت الثورة، أنت وقفت مع الثورة محتاجين شوية تنشيط للعلاقة ما بينك وبين الشعب شكرا يا فانتم بشكر حركة لو وجودك معنا النهاردة وهنا ننتقل لفاصل الكامل باعيك وباقي فكرة نهارك سعيد